من راحب بحضراتكم مرة تانية دلوقتي هنتكلم بقى في موضوع مهم جدا 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 بيهم ناس كتير جدا أول ومشازلي ايه بقى موضوع بعد رواضر العيد ناس كتير طبعا خرج وزنها زايد بنسبب تفاوتة ومش عارفين يعملوا ايه ازاي بقى نقدر نزبط الاكل ونرجع الوزن الطبيعي ده اللي هنعرفه من دكتور مروان سالم اخصائي التغذية العلاجية اللي معينا عبر زوم صباح الخير على حديك يا دكتور اهلا بيك معينا في صباح الخير يا مصر صباح النور عليك يا جمانة وصباح الخير عليك يا جزني صباح الخير يا دكتور صباح الخير على السادة مشاهدين جميعا يا رب اهلا بيك يا دكتور طيب في البداية عشان السؤال ده يعني مهم هل زيادة الوزن بعد رمضان والعيد دي طبعية؟ انا بقولها نية طبعية بس بستنى رأي حضرتك وطبعا احنا هنقول انها طبعية يعني عشان بس يعني عشان برضو ايه يعني ما نزعلش الناس كده في العيد فطبعا هنقول انها طبعا ما فيش مشكلة طبعا يعني بيبقى الجسم فيه اثناء الصيام مش في حالة الطبيعية الواجبات بتاعتنا مش في مش في اماكنها الطبيعية بنخرج بقى من الدوامة دي كلها ندخل في دوامة العيد ودوامة الكحك والدكفور والبسكويت ودوامة الرنجة والفسيح عارفة دوامات يا جمانة او كدير اوي والله ايبانا بنبقى ماشيين في دوامات كده يعني عايزين نخرج من العيد طبعا نبدأ طبعا نظام صحي بديد خلاص اللي فات خلاص فات عدو خلاص اه اللي زاد اتنين تلاتة كيلو مش مشكلة نقطر ان احنا ننزلهم في خلال الشهر القادم ولكن بقى الخطر اللي احنا دكتور فبنلاقي نفسنا ان احنا في نهاية السنة زايدين بقى مش اتنين تلاتة كيلو زايدين عشرين كيلو فاحنا بنبدأ صفحة جديدة بنقفل القديم خلاص العيد خلاص عدى البسكويت عدى البتفور عدى كل المراحل دي كلها عدى دكتور هي للامانة لسه معدتش ولسه ناس كتير عندهم كحك وبسكويت وبتفور والحاجات دي في البيت واحنا بنشوف كل سنة الكالوريز السعرات الحرارية هل كلام اللي بنشوف على السوشال ميديا ده مظبوط مش عارف الكحكاية بكم كالوري والبسكويتة بكم كالوري هو طبعا فيه شيء من الصحة فيه طبعا ولكن مش كله مظبوط مش عشان يعني اكل كحكاية فمحتاج مش عارف النجر يقدي ايه لا طبعا الكلام ده طبعا يعني غير دفع علميا يعني ولكن طبعا في سعرات حرارية عالية اه في سعرات حرارية عالية طيب انا اقدر اعمل ده ازاي او يعني اقدر اننا يعني اواجه ده ازاي اواجه ده اننا ابدأ انظم الوقت بتاعي يعني ابز المجهود ابز المجهود عارف اللي انا كالتو قد ايه والمجهود اللي انا عملتو قد ايه مش هبدأ ان انا هاكل وهنام الاكل والنوم هم يبعنا كده بوزنا الدنيا خاص ولكن هو طبعا في شيء من الصحة السعرات الحرارية الموجودة في الكحف السعرات الحرارية الموجودة في البسكويت البتفور الحاجات يمكن اقلهم البسكويت اكترهم الكحف البتفور يعني يعتبر في المنطقة يعني نزود البسكويت شوية يعني ممكن وخليه يفضل الستسي انه هو يكون في وقبة الفطار ليه وقبة الفطار لان وقبة الفطار انا عندي فرصة ان نحرق كل الكلام ده على مدار اليوم لكن ما خلهوش بالليل ما خلهوشه منتصف اليوم يبقى احنا خلينا كده نحط اول لاين معانا او اول استيب معانا انه هنخلي الوجبة دي خلاص انه هو شره لابد منه يبقى ده في وقبة الفطار وكميات قليلة طيب دكتر بوروان في حالة تانية بقى فيه ناس بتخرج من رمضان خاسطة شوية او مش زايدة على الاقل بعد كده بتدخل في العيد بقى وزي ما حضرتك قلت كحك وبسكوت وبتفور وبعد كده الفسيخ والرنجة وبعدين بيحسوا ان هم لا احنا كده هنزيد عايز اعرف من حضرتك لو حد نتطلع من رمضان محافظ على وزنه لكن مثلا عدى بتلات اربعة تيام كده عكس شوية في العاقل هو غالبا اللي طالع من رمضان خاسس او اللي طالع من رمضان وزنه ثابت كان ماشي على نظام قبل رمضان يعني لا يمكن ان هو اسس منه نفسه كده هو ده كان راجل ملتزم وماشي قبل رمضان على نظام وكمل في رمضان وخس في رمضان بالفعل بنقول له مش مشكلة بياخد مثلا اول يوم العيد خلاص خده في ري تاني يوم العيد في ري بيبدأ بقى ان هو يسحب نفسه من الوجبات دي مش هتأثر بقى بسطورة اللي احنا يعني هنشوفها لا مش هيطلع زايد من العيد ولا حاجة ده بالعكس ممكن يفيد الجسم كمان لان الجسم برضو محتاج عملية اللغبطة يعني محتاج الاشارات اللي طالع للمخ مش كلها خساسان لا ده هو بيبوز يومين تلاتة كده ويبدأ تاني يمشي تاني على النظام اللي هو كماشي عليه كده وبيبدأ الجسم مش فاهم هو في حالة نظام غذائي ولا هو في حالة خساسان ولا طب ايه الكحك اللي ده خلي ده فبيحصل لغبطة في الجسم بيلاقي كمان وزنه يعني نازل يعني عند بعض الاشخاص تلاقي الوزن نازل يقولك ده أنا أكلت كمية كحكة كبيرة جدا والوزن بتاعي نازل اه هو عشان كماشي صحي من الاول في رمضان طوال الشهر وجي لغبط اليومين دول فما ترقوش معه قوي طيب تمام زكارت حضرتك يا دكتور الرينجة والفسيخ دول ليهم علاقة بزيادة الوزن خصوان هم يوم يومين بالكتير اه بص يعني يعني هي الرينجة طبعا من الاكلات بحلوة جدا من الاكلات الجميلة جدا ولكن طبعا بيفضل ان يكون الملش خفيف بتاعها اه لان انا المشكلة بتاعت بتاعت الرينجة مش في الفات ولا في الصعرات الحرارية ولا الكلام ده كله انا المشكلة بتاعت فيه كمية الملش اللي موجودة ما احنا بنشرب مياه كتير بعدها ما احنا ما احنا يعني ايه يعني ايه يعني اللي بيحصل ده بيحصل حاجة اسمها سلطة ووتر ريتنشان يعني المياه بتتحبس نتيجة ان انت دخلت لها كمية ملش اه كبيرة جدا طبعا المياه اتحبست فده بطه بيعمل زيادة في الوزن اه ده بنشوفه حتى لما هنيجي نعمل الانباضي بعدها بفترة هنلاقي كمية المياه اللي اتحبست عالية جدا موجودة طيب دي محتاجة طبعا فترات كبيرة جدا علشان تبدأ المياه دي ان هي تخرج فابننصحهم ان تكون الرينجة تكون لايت طب ونعمل فيها نعمل ايه طيب عشان المياه دي تخرج مثلا طبعا هنعمل طبعا هنعمل شوات حاجات ان احنا طبعا بنقلل الملح بقى بتاعنا على مدار يعني الاسبوع اللي هو بعد العيد هنشرب كميات كبيرة مياه اخرى طبعا عشان ندوب الملح اللي موجود او نخليه فيه الصورة اللي هي الدايبة فتبدأ بقى خلاص يحصل عملية التعادل وتخرج المياه بقى على خير اه مفيش اي مشكلة بناخد شوية حاجات برضو كمدرات للبول مثلا زي البقدونس من الحاجات اللي هي بتجر البول بصورة رهيبة جدا بتمزل المياه اه الحاجات اللي هي الخضراء اه شوية اعشاب خضراء اه من اللي احنا بنشربها اللي هي العادية اه 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 كل الحاجات دي بتتبتأ عملية اضرار البول وتنزيل المياه اه بنعمل برضو عملية تعادل ببعض المعدن الاخرى زي البوتاسيوم مثلا اللي موجود في الموز حتى بننصح لو كاننا رنجة في اليوم ده فبالتالي بناخد موز في عنصر البوتاسيوم في مثلا كانت تلوب كل الحاجات اللي بتحافظ على كمية المياه اللي تحبثت او كمية المياه اللي موجودة وتقلل لنسبة الملح اللي موجودة طيب دكتور مروان بالنسبة بقى الوصفات الخاصة في ناس بتحاول ترجع كده وتلتزم ببعض الوصفات اللي بنشوفها و بنسمع عنها عشان تقدر تحافظ على وزنها او تقدر تخص زي مثلا الزبادي باللمون يشربوا كمون باللمون الحاجات دي هل فعلا مفيدة ولا لا بص هي دي كل الحاجات اللي بتشوفها المشروب السحري زبادي باللمون إرفة بالجنزبيل الحاجات دي كلها لم تثبت علميا في اي انظمة من انظمة الضيط ولكن هي حاجة يعني يعني انا مثلا ما بيجي لحد يقول لو سانا بخص على الزبادي باللمون بقوله كمل ده ممتاز كمل في الزبادي باللمون هي بتبقى حاجة احاق يعني احاق اه او شعور شخصي للشخص ده انه هو هو في الاول والاخر مل بطنه بالزبادي فما لجأش الوجبة تانية فبالتالي خس فهو بيحس ان هو الزبادي باللمون ده هو اه بيعني بيخسسه فخلاص يعني ما فيش مشكلة ولكن هو علميا ما فيش اي حاجة ثبتت علميا في هذا الموضوع وفي تحذير بقى من الناس اللي هي يمكن اه بتشرب شاي اغضر كتير والناس اللي هي بتاخد الجيرين تيه في صورة اقراس دول طبعا اه في يعني لازم تكون مؤهل بدنيا ولازم تكون مؤهل جثمانيا ان انت تاخد الحاجات دي ان الجيرين تيه من الحاجات بتعمل اضرار شديد في البول بتعمل حاجة اسمها سيفير هاي كوتينشن يعني الضغط بيقع بصورة قوية جدا وخاصة في السيدات اللي هم كبار السن بتلاقيهم داخلين في الطوارئ في حالة صعبة جدا فبالتالي طبعا هبوط يعني بيعمل هبوط شديد وهبوط حد مرة واحدة ده مثلا الشاي الاخدر على سبيل المثال اللي الناس بيشربوا يقولك حاجة كويسة هم بيخلصوا قاتل ويشربوا الشاي الاخدر حاجة اخرى برضو من المشاهدات اللي بتشوفها القرفة مع الجنزبيل الحاجتين دول مع بعض دول برضو بيؤدوا برضو الى هبوط حد في الدورة الدموية وهبوط حد في الضغط وسرعة فيه ضربات القلب فالاتنين دول ما تحطوش على بعض نهائي لان برضو بتشوف الطوارئ كتير جدا جاي بيعاني طبعا من هبوط حد واهله شايلينه ايه اللي حصل اصلا كان بيشرب قرفة بجنزبيل بس برضو يا دكتور مرون مش كل الناس يعني مش كل الناس لو شربت قرفة على جنزبيل ممكن يصل بيهم القمر انهم يروحوا الطوارئ لانهم مشروب معتاد عندنا وهم يخط عليه حليب وعسل مش كل الناس لا مش كل الناس ولا كل الناس يعني يعني انا في بداية كلامي قلت لك انه لازم يكون مؤهل بدنيا ومؤهل غسمانيا ان هو يستحمل الحاجات دي كلها لكن في بعض الناس طبعا عندها مشاكل ومش وغدا بالها مشاكل في القلب مشاكل في الكلة مشاكل في الضغط وعايزة تخس فده طبعا صعب جدا طبعا انهم يتناولوا الحاجات دي يعني بصورة عشوائية عايز تاخد قد القرفة لوحدها عايز تاخد قد الجنزبيل لوحده الشيال اخضر ما تكترش فيه كباة واحدة في اليوم فقط لغير بس يعني طيب فيه ناس بقى عندهم مشاكل في الحرق يعني يقولك انا باكل قليل وبعمل رياضة وبامشي وبروح الجيم وفي النهاية ما بخلصش برضو مش هيقول بيزيد لكنه واقف عند وزن معايد في بعض الناس عندها خلل في الغطة الدرقية في ناس تاني عندها خلل في مقامة الانسولين الناس دي تتعامل ازاي طيب دول كل حالة بتبقى على حدة يعني انت حضرتك مثلا مثال ذكرت الغطة الدرقية بنعمل تحليل الغطة الدرقية بنشوف الغطة اخبارها ايه الانزيمات بتاعتها اخبارها ايه هل الغطة هي هيبار يعني عالية ولا هل هي هايبو ان هي يعني مش بتفرز الهرمونات بتاعتها هل مشكلة في مقاومة الانسولين مقاومة الانسولين دي كصة كبيرة جدا يعني بتبقى متلازمة كاملة بتلاقي جاي المريض عنده أو زي ما بنقول كده حجام من الدهون على منطقة البطن معاه بيبقى فيه الرقبة من فوق فيه اسمرار فيه الرقبة وتبقى عاملة خطوط كده كمان لو بنت ممكن تلاقي البريود أو الدورة الشهرية بتاعتها غير منتظمة وده بيدخلنا بحاجة اسمها بولي سيستيك أوفري أو تكييسات المبايد كل المنظومة دي كلها مرتبطة ببعضها أو مرتبطة ببعضها مرتبطة بالحرق أو مرتبطة بالحرق فبنبدأ بقى اللي عنده مقاومة انسولين بنعمل التحليل بتاع مقاومة الانسولين ونعرف هي عندها فعلا مقاومة ليه الانسولين ولا لأ نبدأ معاها العلاجات اللي هي المحفزة لإن الانسولين يمسك في الخلايا ويبدأ إنه هو يشتغل الشغل بتاعه إنه هو يدخل الجلوكوز جوه الخلايا فده بالنسبة لمقاومة الانسولين بتاع الغدى الدرقية بنتدي له أدوية الغدى الدرقية بتاع مشاكل في الكابت بنتدي له الحاجات اللي هي ان هي يعني يبدأ الكابت بتاعه ينشط يعني عارف يا شازلي الموضوع كبير جدا مش كلمة بس أنا عندي مقص في الحرق لأ ده ده مقص في الحرق دي أول كلمة بتتقال ولكن بعديها بقى سلسلة من التحاليل وسلسلة من الحاجات لازم طبعا معرفتها طبعا لكن ما فيش حاجة اسمها أصلا عندي يعني ان الحرق بتاع قليل فهاخد مثلا اركب جنزبيل هاخد عشاب هاخد أدوية عشان أعلل حرق لا أنا لازم أشوف العرض الأساسي إيه والحاجة الأساسية إيه وعالجها الأول من خلالها العلاج يعني الخلاصة يا دكتور اللي وزنه زاد في رمضان أو في العيد يحاول ينظم بالزبط يحاول ينظم أكله وممكن شوية رياضة مفيدين حتى مش عشان يخس عشان حتى صحته وده الحل الأسلم يعني أحسن من أي بقى وصفات وأدوية وعمليات والحاجات اللي نسبة بتدخل فيها بنشكر حضرات جزيز شكرا يا فاندم دكتور مروان سالم أخصائي التقضية العلاجية